السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اخباركم ايه النهاردة ان شاء الله جايلكم بوصفة جميلة جدا وهي بوريك الافران عندي اول حاجة في المقادير كيلو دقيق لكل الاهراض معلقة كبيرة خميرة معلقة كبيرة خل معلقة كبيرة صلصة معلقة كبيرة بيكنج بودر ورشة ملح معلقة كبيرة سكر ونص كباية لمن بودرة ونص كباية زيت دورة وكباية اللي ربع زبادي هنسمي بسم الله ونبدأ مع بعض الوصفة اللي هقول لكم عليها دلوقتي اول حاجة هجيب كباية فيها مية دافية حوالي نص كباية مية دافية علشان اختبر الخميرة اللي عندي هحط الخميرة في المية وهنزل عليهم بالسكر ليه حوالي معلقة كبيرة وهدوبهم مع بعض وهسيبهم على جنب كده لمدة خمس دقايق علشان اختبر ازا كانت الخميرة اللي عندي صالحة اشتغل بيها ولا لا ودي خطوة مهمة جدا لو انا مش ضمن النوع الخميرة اللي عندي هركنا بقى على جنب على بال ما حطي كده الدقيق في البول اللي عندي وانزل عليهم بالبيكنج بودر والملح واللبن البودرة حطيت اللبن البودرة ومحوالي تلات اكياس لبن بودرة وعندي رشة ملح وعندي كيس بيكنج بودر او معلقة كبيرة بيكنج بودر وهقلب الحاجات دي كده مع بعض على بال ما الخميرة اللي عندي تشتغل كده وترفع علشان اعجن بيها طبعا بوريك الافران ده من الحاجات الجميلة جدا معجنات بتحبها الاطفال جدا جدا نقول كبار كمان بعد بقى خمس دقايق او الثلاث اربع دقايق يعني في مكان دافي الخميرة بتاعتي ارتفعت يعني ده معناه ان هي نوعها كويس جدا وابدأ اشتغل بيها هبدأ اعمل ايه معكو دلوقتي؟ هنزل بالخميرة اللي عندي على اد ايه وبعد كده هحط بقى عليهم الزبادي كباية لربع زبادي وبعد كده هنزل عليها بنص كباية زيت الدراء باقي عندي الصلصة معلقة كبيرة دي حاجة اختيارية بس هي بتدي لون حلو جدا للعجينة ومعلقة الكبيرة الخل مهمة جدا في الوصفة دي او في واي وصفة معجنات من نوع دوت علشان بتخلي العجينة حلو قوي وتنجح طبعا معيكو تبقى طريقتها مضمونة لان الخل دي يعتبر اه محسن فانا هحط بقى معلقة كبيرة الصلصة اللي عندي دي وهبدأ اعجن بقى بمية دافية هتاخد حوالي اه نص كبات مية دافية ولازم طبعا مية دافية اه مقدار المية بيختلف من نوع دقيق للتاني دي اللي عندي لكل الاغراض بس برضو ده ما يمنعش ان هو ممكن ياخد معيكم اكتر من نص كباية او اقل كمان انا هقلب الحاجات دي كده مع بعضها وهنزل بالمية الدافية تدريجيا لحد ما العجينة اللي عندي تدعيجن كويس قوي هشيل بقى الاسباتيولا دي وهخش بقى بايدي كده في العجين علشان انا حسها كده وايه وعجينها كويس قوي العجينة بتاعة البوريك لازم تكون عجينة مطاطية بتلزق حاجة خفيفة في اليد بس بتتعيجن كويس جدا انت بتبدأي الاول كده زي ما انت شايفة بتبدأي بايه بعجن بسيط لحد بس ما تدخلي اللي ما قدير كلها في بعضها وهتنزلي بالمية الدافية تدريجيا زي ما انت شايفة ما تحطيش المية مرة واحدة علشان ممكن هي ما تاخدش منك كل كمية المية اللي عندك دي واول ما تبدأ تلم معي هبدأ اطلعها على الرخامة وعجينها عجن كويس قوي لو عندك عجان هتسهل على نفسك المرحلة دي وتحطي بقى كله في العجان بالترتيب اللي انا عملته وهتسيبهم في العجان حوالي خمس دقايق هيبقت عجنت معيك وجهزت وبقت تمام لو ما عندكيش طبعا زي انت هتعملي تعجينها كويس قوي قوي عشر دقايق الا اتناشر دقايق يعني لحد ما تبقى عجينة زي ما قلتلك مططية ومالساء خالص وبتلزق شوية في الايد زي ما انت شايفة كده لمت معي ده مش معناها ان هي تعجنت لأ ده لازم تتخدم حلوة اوي طبعا العجن على الرخامة غير العجن في البولة العجن على الرخامة انت بتفرضيها كده بايد وتبدأت لم تاني وهي دي طريقة العجن الصحيحة اللي بتطلع اي معجنات حلوة جدا وتنجح معاكي اوي يعني بتفرضيها وتلميها بتفرضي وتلمي وزي ما انت شايفها كده بتلزق جدا وهو ده المصدوب طبعا ان هي تبقى ملزقة وتلم معاكي بس برضو هيبقى فيها نسبة تلزيج اهم حاجة في العجنة دي انك تخدميها حلوة اوي انا حبيتها جيب مرحلة العجن كلها علشان في ناس طلبت مني كتير انت بتعجيني ازاي وما تحسي فيش حاجة من من اي حاجة يعني اي حاجة في الفيديو بالزاد في العجن لان في انت طبعا بنات لسه بتتعلم اه وناس ما مش بتعرف تاعجيني يعني فهم ما فيش مشكلة والوصفة دي جميلة ولزيزة والعجن ده حاجة ممتعة جدا يعني مش حاجة صعبة ومش محتاجة مجهودة ان العجنة عندك مش نشفة وما بتحتاجش منك اي جهد انت مجرد بتفريديها وبتلمي بتفريدي وتلمي وتضغطي عليها بتتعاجن معاكي حلوة اوي يعني عادي يعني ما بتاخدش وقت ولا اي حاجة وزي ما انت شايفة كده بتبدأ بقى تاخد العجين اللي ملزق في الرخامة اللي عندك شوية بشوية بتبدأ تطلع العجين اللي في الرخامة وطبعا زرياضة حلوة جدا بتعملي بها عضلات كل مرة قد تانية يعني بتعملي عجين بتطلع كده عضلات علشان تبقى ايه قوية كده وتعرفت عجين كويس اوي ده زي بالزبط عجينة العيش اي مخبوزات طبع الخبز يعني بياخد برضو نفس طريقة العجن دي بالزبط بس طبعا مش نفس المقادير زي ما انت شايفة كده انا بفردها بايد بسبتها بايد بخبطها على الرخامة كل ما بتخبطي كده وتبدأ تفردي دي حاجة حلوة جدا وبتدي نتيجة حلوة او العجينة شايفين شكلها حلو ازاي هو ده شكلها بتبقى وصي عاملة زي اللي بانا مطاطة كده وبتبقى ملساء بس برضو انا بحب اخدمها حلوة قوي لو تلاحزي العجينة اللي عالة للرخامة بدأ يطلع ما بقيتش ملزقة زي الاول بس برضو بعد ما بتعجينيها وبتخلصي لازم تلاقي فيها نسبة تلزيق بسيطة وده معناه ان العجينة بتاعتك ناجحة جدا وحلوة وان هي هتدي نتيجة حلوة قوي مهم قوي قوي المرحلة بقى اللي جاية ان تحطها في البولة وبتسيبها تخمر ده مهم جدا ولو بتشتغل في مكان دافي طبعا بيختلف وقت خمر العجينة من مكان للتاني يعني المكان الدافي جير المكان البارد طبعا زي ما انت شايفة هوا شايفة لابقى معاك في العجن ما حزفتش اي حاجة علشان تشوفي بالتفصيل البوريج بياخد قدي ايه بالزبط عجن كده تمام حطها بقى في البولة بتاعتي واخطها ببلاستيك علشان البلاستيك ده بيحبس درجة الحرارة بتاعتها وبيخليها تخمر بسرعة وبحطها في مكان دافي وبسيبها حوالي نص ساعة لو مكان بارد هتاخد معاك ساعة بعد ما بتخمر هتلاقي العجينة ارتفعت لحد فوق زي ما انت شايفة كده ما شاء الله بيبقى شكلها حلوة جدا بعد كده بقى هبدأ ارفع البلاستيك اللي عليها علشان ابدأ بقى اكورها واتشوفي معايا هعمل ايه هبدأ انزل العجينة حاجة بسيطة اول عشان بس اعرف اكورها هي هتطلع حوالي اربع كور علشان طبعا ابدأ بقى افردهم دي اول كورة وزي ما انت شايفة الكورة اللي عنتي كبيرة بس هتشوف دلوقتي انا هخليهم كلهم قد بعض وهزبطهم كده وهجيب اول واحدة انا اكورتها هفردها على رشد دقيق علشان ابدأ اقطعها وحشيها طبعا البريك دوت حشو اختياري يعني انت ممكن تحشيه باي نوع جبن حبت عليها زتون حبت عليها فلفل حشيها اي حشو انت عايزيها بس تكون حشوة ملحة يعني برضو بيدي نتيجة حلوة اول انا كده عملت الاربع كورة مش قد بعض هبدأ بقى ازبطهم زي ما انت شايفة كده وخلتهم قد بعض وحطتهم على رشد دقيق هرس بقى رشد دقيق خفيفة كده علشان ابدأ اجيب اول كورة وافردها بالنسابة وبما انها خمرانة فهي طبعا هتتفرد معاكي مش هتغلبك طبعا البريك مش بيبقى ارتفاعه رقيق ولا بيبقى تخين يعني حوالي سنتي كده وبعد كده هبدأ بقى قطعه وتشوفي معايا نقطعه ازاي من جار اي تعقيد ومن جار اي قطعات شايفة بقى العجينة اللونها عامل كده اللونها جميل قوي قوي آآ نضيها كده على البنك اللون ده حلو قوي لان طبعا مع علاقة الصلصة بتعمل شغل جامد قوي بصراحة في العجينة عفرد بقى زي ما انت شايفة كده وبتتفرد معاكي بمنتهى السهولة طالما هي عجينة خمرت كويس ما بتحتاجش مجهود ولا عضلات تانية كده تمام هصويها بقى كده بايدي وهو الريجي طبعا آآ سمكها بيبقى عامل ازاي هو ده بقى سمكها بس كده هبدأ بقى اجيب غطى او مثلا من طبق صغير او عندك لو عندك كباية ما فيش مشكلة برضو وهتبدأ يتقطعيها دوير كده علشان تبدأ يتحشيها جبنة الجبنة اللي انا هحشيها منهاردة الجبنة دي قريش انا حط عليها طحينة آآ ايه جبنة قريش حدقة هحط عليها طحينة واحط عليها آآ سنة زيت كده واحط عليها كمان جبنة قريش مش ملحة يعني انا عندي نوعين جبنة قريش خلطتهم على بعض بيدو مكس حلو جدا ان شاء الله بقى اعمله لكم فيديو مفاصل كده آآ زي تغياري في طعم الجبنة القريش عشان تعجب الاولية هي ده آآ ده شكل الجبنة الجبنة القريش عندي آآ يعني جبنة زي المشي كده وعليها جبنة قريش بيضة وهتحط عليها طحينة وزيت وتقلبهم مع بعض تبقى كريمي بيتدي طعم حلو قوي قوي وممكن كمان تحط عليها قطع جبنة رومي او شيدر بتبقى حلو قوي هحشي بقى العجينة بتاعتي المدورة وهقفلها بالشكل انت شايفها دوت والقفلة بتاعتها طبعا لازم تبقى من تحت علشان ما تفتحش معاكي بتحشي كله بنفس الطريقة لو انت عايزة تحشيها جبنة بيضة وتحط عليها زيتون وفلفل زي الافران ما فيش اي مشكلة خالص بيبقى برضو طعمها حلو قوي ده شكلها كلها بعد ما تحشد طبعا هسيبها تخمر هيبقى ده شكلها ترتفع وطبعا لازم تسيبي مسافة وترش رشد دي في الصاب طبعا بيزيد جدا حجمها بالضاعف وبعد كده بتدهنيها الادهان اللي عندي دوت عبارة عن 3 معالي قلبا معلقة صغيرة نسكة فيه ومعلقة صغيرة اوي سكر وبتقلبيهم مع بعض وبتدهني بيهم الوش مش حتى بيض ولا بيض بيض ولا صفار ولا اي حاجة انا بدهن يا اما بقشطة يا اما بلبن وعليهم نسكة فيه وبتقلبيهم مع بعض كده بيده لون حلو قوي للعجينة وبيده تراوة وكمان بتخلاصي بقى من زفارة البيض فمش بتحطي بقى صفار ولا بيض بدهنهم كويس قوي ويريت تدينهم بالراحة علشان ما تضيعيش خمر العجينة وبتبقى مجهزة سمسم وحبة البركة علشان تحطيهم على الوش زي ما هو بتبع بالزبط مش عايزة تحطي اي حاجة براحتك طبعا بتبقى مشغلة بقى في المرحلة دي الفرن بتاعك على درجة حرارة 200 الفرن اللي عنتي فرن خبيز لو انت عندك فرن عادي ما فيش مشكلة بتحطيها بتحط الصق بتاعك على الارضية الرف اللي تحت خالص يعني وبعد خمس دقايق كده بيحمر من تحت بتطلعيه بقى فوق علشان يحمر من فوق يما تشغلي لو عندك فرن بيشتغل مروحة بتشغليه من تحت ومن فوق على درجة طبعا حرارة 200 بياخد حوالي 7 دقايق ده الفرن اللي عندي انا بحطه كده مشغلها من تحت ومن فوق طبعا قبلها بعشر دقايق ولا حاجة لحد ما يسخن هو ده شكله بعد ما بيطلع يحمر من تحت ومن فوق بتطلعيه على طول بتغطيه بقماشا كده تكون من الداية يعني مبلولة بسيط علشان يفضل طري وما بتسيبهوش في الصاج سطخن كتير بعد ما بتغطيه بتسيبيه 3 دقايق كده وبتشيليه على طول علشان ما عرقش من تحت طبعا بتفتري بالصبح بقى مع لبن او شاي بلبن او اللي انت عايزين نسكى فيه اي حاجة بجد شكله حلو قوي قوي طعمه كمان بيبقى جميل وهيعجب الاولاد جدا انا هاكله مع نسكى فيه دلوقتي طعمه بيبقى حلو قوي قوي الحشوة كمان اللي جوه مميزة جدا وطعمها حلو قوي مع العجنة دي يعني ممكن تجربوها فعلا بتبقى جميلة بص بقى طهروته وهشاشته حلو قوي قوي هش من جوه وطاري تجد لزيز جدا ان شاء الله تجربوه يعجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك ولو انت لسه جديدة ما تنسيش تشترك في القناة وتفعالي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد انا بقى هاكله مع نسكافيه لاني بحب ايه طعمه مع نسكافيه جدا حلو قوي هفتحلكوا واحدة كمال عشان تشوفي من جوه فاضية وحلو جدا دايما انت شايفة كده بجد انا معجبة بيها قوي حلو قوي انساء الله ياجب وليد قوي قربي وبايبور